عالمين عليكم الحقيقة انا ماشي هنا عامل زي عارفين مفتش الضرائب مفتش الصحة كده طول ما انا ماشي في القتل اللي انا موجود فيه طول ما انا ماشي هنا في العالمين الجديدة باب عايز طول الوقت اتحقق من الناس واسمع منهم رأيهم هم الحقيقي عشان لما اجي اتكلم مع حضركوا او باتكلم عن حاجة انا شفتها بعناية وسمعتها بوداني من الناس اللي موجودة هنا ما بقاش باتكلم بس مجرد على انطباع شخصي ممكن اكون انا مخطئ فيه او ما يكونش ادقى حاجة فبقالي مثلا خلال الاسبوع اللي فات كل ما قابل لحد مثلا من الشغلين هنا اركب مع حد مثلا بقى بركب مع عربية مثلا بيوصلني في حتة اروح مثلا اشتري حاجة الناس اللي موجودة الستاف اللي موجود في القتل اللي انا موجود فيه اتكلم معهم فبقى اروح مسجل معهم فيديوهات كده حتى بتليفوني عشان بحس الحاجات دي بتبقى يعني اكثر مصداقية واقعية والدنيا بتبقى لطيفة وسهلة كده وبنتكلم مع بعض من غير بقى اي حنتفة بتاعت كاميرات وقعد وصور وبتاعه بقى هو مجدود بقى اخب بينهم انطباعاته العادية جد فاكتر من حد بتكلم معاي ممكن اخرهم يعني شاب زي العسل كان بيوصلني فبقال له انت ايه رأيك في الشغل هنا وشغال على عربية فبقال له انت ايه رأيك ايه الدنيا هنا عاملة ازاي على مين عاملة ازاي واخبارك مبسوط جدا اه عايزي جيب اه مراته وتعيش هنا والكلام ده انا شفته مع اكتر من حد هنا شفته ده مع الترينر بتاع الجيم اللي موجود في القتل وشفته مع اه اه عبد الرحمن اللي هو كان زي ما بقول لكم بيوصلنا وكذا حد تاني اغلب الشباب اللي موجودين هنا كتير منهم بيفكر انه هو يبقى موجود هنا طول الوقت قال لك بس يا رب الشغل يبقى مستمر معنا طول السنة واحنا نيجي وننقل هنا ونبقى قاعدين هنا فبقول لهم ايه السبب يعني فبمنتهى الصراحة ووضوح قال لك اول حاجة بلد نظيفة حلوة ما فيهاش ضغط بقى ولا زحمة ولا خنقة من تفاصيل تانية كتير الحاجة التانية المرتمات هنا كويسة والفلوس هنا كويسة خلال الفترة احنا نضعت نشتغل فيها اللي هي الفترة بتاعت الصيف وما بعديها اللي هو الزقة بتاعت عشرة و11 شهور 10 و11 يعني كمان اماكن الاقامة اللي متوفر لينها بتبقى اماكن اقامة كويسة ونظيفة وحلوة فهو بالبلد كده بيحس ان هو توفره بعض الامكانيات وبعض المعطيات في المكان هنا في العالمين مش بالسهولة اللي هو يحصل عليها بره مش بالسهولة ان هو يلاقيها في المكان اللي هو أوريجن اللي كان موجود فيه سوق بقى في بلده ولا في المحافظة بتاعته ولا في القرية بتاعته فلما بيجي هنا بيحس اكد انه مثلا ايه طلع عارة جواه مصر يعني اتزقل قدام على مستوى الاقامة على مستوى المعيشة على مستوى الدخل اللي بيدخله على مستوى الشغل اللي بيشوفه بتاع المعجزة اجنابي بتاع المعناس جاية تتبسط وكلام ده كله فعش كده هما كلهم بيتمنوا ان اللي هما شايفينه خلال مهرجان العالمين ده واللي شايفينه خلال اجازة الصيف يفضل مكمل وهو ده بالزبط التوجه بتاع القدرة السياسية بتاعت الدولة انه العالمين بكل المظاهر اللي احنا بنحاول نصدها لحضراتكم ويا رب نكون نحكين في ده تفضل مستمرة المظاهر دي على مدار السنة كلها ان البيوت اللي مفتوحة دي ان الناس اللي شغالة ان الشباب اللي مبسوطوا فرحانوا بالشغل وبقى شايف ان في رجل موجودة في العالمين وبيتمنى ان هي تفضل موجودة طول السنة ان شاء الله تفضل موجودة طول السنة وده اللي الدولة بتشتغل عليه والحكوم بتشتغل عليه ان يبقى فيه بعض الفعاليات وبقى فيه صناعات وبعض المجالات سواء التجارية او الخدمية او الصناعية اللي تضمن ان العالمين تفضل على مدار السنة كلها شغالة ان شاء الله دي واحدة من الحاجات اللي مفرحة جدا جدا بالنسبة لي انا اكتر حاجة بصراحة مفرحة جدا بالنسبة لي في العامين هو البعد الاجتماعي سواء على مستوى الشباب اللي زي ما كنت لسه بقولوكو البيوت اللي مفتوحة والبطالة اللي هنا ما تلاقيهاش وتلاقي شاب كتير جدا شغالين وشغالين عارف تحس بالسنسوف اونرشب هو بواحسين المكان ده بتاحهم عشان هما بقوا مستفدين بشكل مباشر منه وشايفين اثر المكان ده عليهم بشكل ايجابي كل واحد لوحده على حدة فبقوا كلهم عايزين يحافظوا على المكان ده وعايزين ينموه وعايزين يبقى في احسن حال وعايزين النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جبهالهم وورهالهم دي تفضل مستمرة طول الوقت كمان عالجانب الاخر بعيد كمان عن الشباب اللي شغالين وعن الفرص العمل اللي موجودة هنا البعد الاجتماعي المهم جدا 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 هو فكرة انه اي حد بيعرف يبسط في العالمين ابسط حاجة يعني الممشا اللي موجودة عندنا اللي بتبطى 14 كيلو ده لو حد جاي راجل ومراته ومعا عياله جايب معا شنطة فيها ترمس شاي وفيها شوية ترمس هيبقى قاعد على مكان موجود نضيف وجميل موجود على الممشا هيقعد يشرب حاجة بيأكل حاجة مغير ما يصرف اي فلوس مغير ما يدفع اي حاجة ولا يشتري اي حاجة وعياله بلعبه قدامه في المنطقة الطرفية المنطقة الشاطئية في منتهى الامن والامان وبدون اي تكاليف ولو حتى في بعض التكاليف ممكن يصرفوها تبقى تكاليف رمزية وبسيطة جدا فانا هنا ضمنت وده انا بقول لحرككم على ملمح او مظهر واحد بس ممكن